بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلبة اليوم حضرتنا ان شاء الله عن الانزيمات التي تستعمل في الصناعات صناعات الالبان والاجبال بشكل عام لو احنا بدنا نشوف صناعات الالبان صناعات الالبان الجبن بالتحديد لو دخلنا المصنع نشوف الاجهزة هادي والمعدات هادي كلها هياتها لكن احنا بنعرف صناعة الاجبان بالتم بواسطة استخدام اللي هو الحليب الطبيعي او الخام احنا ازا بدنا نعمل جبنة بالطريقة التقليدية بناخد الحليب بناخد الحليب بنضعه بنضع عليه اللي هو او القرص وبنعمل له عملية انكوباشن عملية تحضير وبنتركه لفترة معينة وهادي بتحصل فيها عملية او تتكون القرصة بتكون خلال طبعا وقت قصير تقريبا من نصف ساعة على ساعة وبتم بعدها المعاملة والاستخدام المعد للغرصة هادي بناخدها بنكسرها كمان مرة وبعدها بنعصرها بواسط اجهزة معين او شاشة معين الى اخرة وبعدها بنصنع الجبن هادا طريقة التقليدية اما بالطريقة تستفصل بالمصانع في المصنع بيستخدم الحليب اول شيء بيسوي المصنع على الحليب اللي هو وهذا بيستخدم في عملية عملية اللي هي عملية البسترة عملية البسترة انها نحاول نقتل جميع الميكروبات الضارة اللي دخلت للحليب اثناء جمعه او من الحيوان اللي كان مريض مسلا والحليب يبتلع بكميات مريض في ميكروبات فالمصنع اللي يصنع الاجبان ضروري يعمل عملية البسترة بعد البسترة في عملية بنسميها عملية بيتم فلترة الحليب وبيضاف ايضا في نفس الوعاء هذا اللي احنا شايفينه وبيضاف عليه الانزيمات اللي هي ده تعمل اللي هي عمليات التخمير او عمليات تكوين للحليب. وواسطة اضافة انزيم وهذا الانزيم موجود على شكل اقراص. الاقراص هذا تضاف ميات معينة وبيترك بعديها المخلوط هذا الخليط هذا لعملية الكواغوليشن. اثناء عملية الكواغوليشن هنا لازم تعرفوها بتتكون الجزء الصلب من الجبن وبينفصل عنه للسائل السائل تقريبا لونه اصفر اللي هو من سمي الوي او من سمي المصل او الشرش. له اسماء كتير لكن في شكل عام احنا في دراستنا نطلق عليه اللي هو الوي. وبالتالي اه في المصنع عشان يكونوا الجبنة بروحوا بيكسروها كمان مرة. القرصة هذه اللي تكونت السوز الصلب او الشبه الصلب تكسر كمان مرة بواسطة وبتم طبخ الجبنة بشكل بسيط يعني تقرف عدرة الحرارة اكتر وبعدها يوققل كمان مرة هذا الى العمليات اللي هو فصل عن الكروض وبعدها بتم له عملية كمان مرة عملية عملية الطحن الجزء هذا اللي يتكون من الجبن والتالي يبتم عملية اللي هو تمليح وبعد نعمل التملية اللي هي اللي اللي تعبئته في اللي هي المكعبات او في الخوالب المعينة. لو احنا بدا ناخد الجبن في الحالة هادي من ناخد نقدر ناخد منه اللي هو او ما يسمى بالكوتج كريم تشيز اللي هي اللي الجبن المدهونة او الجبن على شكل كوتج هادي انواع من الجبنة لكن احنا بهمناش اكتر بهمناش اللي بيحصل بالعملية هادي بعد اضافته في القوالب بتم آآ كبس للمنتج بيطلع على شكل خوالب معينة وهانا كمان مرة بيخرج عندي فيعني حصل عندي انتاج للويهانة وانتاج كمان مرة للويهانة وبالتالي هدي اللي هم يعني المصل هذا اللي هو فوائد كثيرة. بعدها بيكون انتهت عملية تصنيع الجبن بيظل عملية التخزين وما يعرض بالتعتيق او انتاج الجبن وهذا بياخد طبعا وقت من شهور لا فربما يكون اللي هو سنوات لا يبتغل. لكن بشكل عام هي عدة شهور لانتاج الجبن. خلينا نشوف من البداية. ايش اللي بيحصل في مصانع تكوين من الجبن ويش الانزيمات اللي بهمنا بالدرجة الاولى هي الانزيمات اللي بتستخدم في تصنيع الاجبال. داعري فود ستكتور ايش Всёف مفاكشنين دستي ways the traditional all user enzyme استخدموا الانزيمات there new نوع من ذلك الانزيمة 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 الحمضية الم king solve to develop نصلح المحل من الانزيمة 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 الموجودة في العجول الصغيرة فالعجول الصغيرة هذي احنا اذا كل مرة بدنا ناخد نعمل جبنة بدنا ندبح مثلا العجل الصغير هذا بناخد الرنت اللي موجود فيها دي طبعا يعني شغلة مش مش مناسبة ودخلوا فيها تبعينا الرفق في الحيوان الاخر فقالوا فصارت تطوير لعمليات اللي هو الانزيم تكنولوجي التكنولوجيا دخلت فصارت بنصنع اللي هو الانزيم الرنت من الخمائر ومن الفطريات وبالتالي هذي صرت بديل على الحصول على الرنت من اللي هو العجول الصغيرة اللي هي من الهندس الوراثي دي المزرعة هو التعديل الوراثي فوديست عن بولت كونتينينج كوبيز اوف كالف جين وبالتالي اللي هو الجين المسؤول عن انتاج الكيمو الكايموسين الكايموسين هو طبعا يقصد في الرنت فانا عشان اخذ الانزيم اللي احسن على الانزيم دخلت الجين على الخمائر دخلته على الفانجي وبالتالي صارت الهيس والفانجي تنتج للانزيم هذو وبالتالي ما اضررتش انا احسن هاذا اتبح الحيوانات هذي حتى احصل على الانزيم الانزيم الدولي السخرين the other main type microbial renet now called coagulant is made from non-genetic modified mold in addition to use of milk a clotting enzyme to make cheese but it also makes use of enzymes such as lipase non-coagulant proteases, amino peptidases, lactases, hydrozyme, lactoberoxidase and transglutaminase هذه كلها هي الأنزمات تستخدم في الصناعات الألباب بشكل عام استخدام الطريقة التقليدية لتغيير طعم الجبن أو لتحفيز إنتاج طعم معين في الجبن مستخدم اللاكتوز هيدروليسيز أكسيلاريت تشيز ريبنينغ انضاج الجبن كنترول of mycrological spolage modification of protein functionally يستعمل لكتوز هيدروليسيز لعملية التعتيق أو انضاج الجبن في هذا التابل enzyme used in diary technology في عندين ديد أنزيمات زي ما حكينا عليها الأسد والبروتيازيز هيدرول بروتيازيز بروتيازيز لأن هناك في أسد هناك في نيوترول نحظه للتغيير اللايبيزيز الجالاكتو سيديز لكتوز بروكسيديز اللايزوزيز كل واحد منهم له في صناعات الأجبان مثلاً أسد والصديازي اللي هو الملك يحب يتكون لعمل الحليب لالبروتين اللي موجود في الحليب بالدرجة الأولى ضيع طعم المرارة اللي موجود في يمكن يكون في الأجبان طبعاً هذه التخفيض اللي هي عمليات الإليرجي أو الحساسية من الألبان طبعاً إذا أنا بدي أقل من اللي هو نسمة الدون اللي موجود في الأجبان بس تعمل اللايبيز مثلاً أو أحسن من الطعم اللي موجود في اللي بستعمل بيتا جالاكتو سايدز لاكتوز رديوز واي برودكت استخدموا اللي هو اللي هو بقل اللاكتوز في اله في الوانتاجات الألبان واي برودكت لاكتو بروكسيديز وهنا ننتبهوا لهذه بجاعدة أول مرة بنسمع فيها اللاكتوز بروكسيديز اللي هو طبعا نحن بنش أحن بنشığد على نحن نرفع درجة الحرارة لكن هناSecondrets والTfire نحن نستعمل للحليب بعض أحيان لتصميم العجول وبالتالي الحليب البارد لم نستطيع ننسخمها عشان سي sangre للعجول وبالتالي نتحمل للعملية التعفية عن البارد باستخدام انزيم الاكتو بيروكسيديز. ليزوزايم اللي هي النيتريت البريبريسر. فور وشكروت شبز ايه تيز ان تيز ويد ايز. اللي هي الامنتال اللي صناعة اجبان اللي هي فيها ثقوب او فيها عيون وخصوصا جبنة مياه اسمها جبنة الامنتال زي ما انتخافين في السورة. طيب بالنسبة للملك يشي لانزيمات اللي بتخلي الجبن يتخثر او يكون القرصة هذي اثناء صناعة. اللي هي اللي هي الدنمارك في الالف تمامية واربعة وسبعين. فبالتالي اللي حصل عليه من من عدة مصادر اللي هو في اللي هي الانزيم اللي حكينا عليه في معادة او عمع العجول الصغيرة. طبعا البرطين اللي موجود في الحليب هو اسمه كايسين وبالتالي في انواع منو فيه منو الكي. وهو بيدي الى لو عدم يعني اه يفقد الكايسين لبرطين هذا عملية التابعة تبعته وبالتالي بيتكون بصير له عملية اللي موجودة فيه او التخطر اللي موجود فيه. انترنشن ديرتري فديريشن اي دي اف. او فاشيلي ديفاني ديفينيشن تكريديات نيم رينيت بي ريزير فور انزيم ببربراشن فروم ريمينانت استومكس. فيعني لا الكلمة رينيت هذي او الانزيم الرينينة او رينيت هي طبعا لها في تعريف الاي دي اف. هو ايش? هو انزيم او تحضيرات انزيمية من ريمينانت استومك. من اللي انت اذر ملك. وبالتالي التحضيرات هذي حسب هذي اللي هو الرينيت هو تحضيرات من سواء كانت من المعدة للحيوانات الصغيرة اللي المشترة. عند اذر ملك ملك مايكروبيال ونز شود بي نيمد كواغلات. التانية ال رينيت احنا نقول عليه انزيمات هذي مصنعة من المعدة. لكن لما اقول هو ملك ملك ماي ملك اللي هو الميكروبيال ونز شود بي نيمد كواغلات. يعني التعريفين هذول ال رينيت او الكواغلات. اذا كان احنا منحك على ريت فكل مصدره حيواني اذا كان يقول عليه كواجلنت هو مصدره بشكل اساسي مايكروبيل. من كاركتر اكسسي او فرنت انت كواجلنت فروم ديفرنت سورسز. قلف فرنت اللي هي العجول يستبق لتمانين لتسعين في المية كايمسين حسب التصنيف تابعه ثلاثة اربعة دلاتة وعشرين اربعة تكاسين بريكداون بيكسر الكايسين ان تيز بيكسرهم في الوعاء اللي احنا هم نحط فيه الحليب ازاي ريكتيد بري سبيسيكلي هات كايسين تو خلوت ذا اللي هي لتخطر الحليب. الساكند انزام الكالفرنت بيبسين هو في البيبسين وهذا اللي بتعريب كمان وثلاثة اربعة ثلاثة وعشرين واحد. لحظة اتنين تفيلهم نفس التصنيفات تلاتة اربعة اربعة ثلاثة عشرين باختلاف الاش في الغروبين. اد تو ريبن اكوادتي وفرنت ان مالفاكتو مالفاة ماتشوريشين بيضاف البيبسين بيضاف لعملية الطاجل هاتا اكسلانت كواليتي لونج هول تشيز سبيشالي شيدر جبن شيدر يوزن يبور كيموسين فروم جنتيك مدفاة ديست انتفانج سبيشين كوليند كوبز اوف كالف برو كيموسين احنا حكينا عليها دي انهم اخدوا الجين الخاص بالكيموسين وحطوه او زرعوه وعدلوه في الخمائر والفطريات. اللي موجود في التابل اللي هنحك عليها كمان شوية. اللي موجود في التابل اللي هنحك عليها كمان شوية. اختصارا فرمنيتشن بريوز كيموسين الف بي سي كالفين تحيصى او عندي التيبل ازا ما انتا شايفين في عنا التيبل المتقسم الى اربع اجزاء باتايب سورس كومنت كومبوننت انزيم تكنيكل تكنولوجيكال كاركتوريستيك فلو اخدنا في الاول شيء المصدر للحصول على الانزيمات من الحيوان او من الفيجتابل او كمان ما راح نشوف من المايكروبيل فهذه 3 مصادر للحصول على الانزيم فمثلا الانيمال اللي هي الكالف رينيت من البوفان اللي هي من العجول او الابقار البوفان نحصل عليه من المصدر اللي من المعدة فاللكومبوننت هي كايموسين او بي او بيبسين او غاستري سين هم هذول كلها هيتم في الابليكيشن في التكنولوجي كايسين الكايسين يستعمل في صناعات الأجبان الصلبة والشبه الصلبة لانه بيدينا اللي هو القوام المناسب للا الاجبان هالي. رينيت باست. احنا نسأل فيها اللي هي اللي هي مصدره من العجول او حتى من اللي هو ايش اللي لماعدة الاغنام. از كالف رينيت بري كمان بنحصل. اوبتيمم كواغوليشن ان هيلد ويد بي كوانت فليور هي ابرودكشن نحصل على جبنة جبنة هذي فيها الها الطعم اللادع. شي بيج اند كد رينيت ايه وبتالي ممكن احصل ايضا مصدر للحيوان اللي هو الاغنام او الخنزير حتى. طبعا كروس بوندينج انيمال السمك كلهم في المعدة. كايموسين بيبسين ان جاسترسين. نت وايد اليوز بيست يوز ويد ميلك فروم سام. مش مستعملات كثير لان احنا احنا حسب الشريعة الاسلامية مستعملش اللي هي الخنزير. وبالتالي هذي هي الاشياء اللي كلها من من الحيوانات. بالنسبة للفجتابل من ان هي الخضروات. اه كيو نارا كاردي كلاس وهي كارونسين كاردوسين وهي تستخدم في من النباتات معينة لو احنا بدنا نشوفها. لو شفت النباتة هذي هي الكنارة كاردون اكلاس. هي بتنتج اللي الانزيمات هذي او الكوروسين او كاردوسين اللي هي انزيمات موجودة في النباتات. الانزيمات هذي تستخدم لتصنيع اجبان معينة اه ارتي سانال ارتي سانال شي زي من شايفين الجبن هذي معتقة وعليها اللي هي الاشياء والالوان الخارجية لانها بتستعمل بشكل محدد او في مناطق محددة. بالنسبة للميكروبيل اللي هي الميكروبات ميهي كواغولانت طيب ال دي ال اند اكس ال من ريزو بيكور ميهي. ريزو ميكور ميهي اللي هي اه اسبارتك بروتيازيز. وهذه طبعا نوع من الفطريات اللي موجودة وهي نيتب ال طيب انزيم از تو ها هي تستابل بتقاوم الحرار العجبان الصلبة ميهي تستابل اي سال اي سال باي سال ميهي تي ال التيب به انزيم بس يختلف عنه في اللي هو نفس الاستخدامات ولكن بي اجس اللي سنستي له اكثر. براستيكا واقلانت يستخدم او ينتج من كرايفونتيكريا براستيكا هي اللي الانزيم ايضا سبارتيك البروتينيز اللي هو في الحالة هادي اللي هي هي من صفات انه يتحمل الحرارة كميات عالية يوز مفاعد تهيت كوب اللي هي تشيز كمان مرة فرمنتد فرمنتاشن اللي هي قيموسين اللي هي ركبات او المايكروبات بتنتج لكايموسين ايضا زي كولفيري ميوسين لاكتس او الاسبراجلس نيجر زي ما احنا نشوف هذولتين يختلفوا عن بعض المعاد بشابه في التركيب اللي هو آآ كايموسين زي ما حكينا او ممكن من خلالهم ننتج نزيم او كايموسين طبعا لانه هو منتج محضر بالطريقة التعديل اللوراتي او الجيناتيك موديفكيشن وبالتالي هو نفس الصفات اللي على القلب كايموسين يانزيم آخر اللي يستعدم في صناعات اللاجبان والالبان اللي هو انزيم الاكتو بيروكسيديز انزيم الاكتو بصدر مصدر باللبي او اختصارا لاكتو بيروكسيديز اللي هو اي سي واحد واحد سبعة مدام واحد هو ايش لاكتو بيروكسيديز الانزيمات الاكسيدو الريداختيزة او كير نيتشري ان رو مل وشكل طبيعي في المل في اللي هي في الاجزاء الجسم it is thought to be part of protective system ويعتبر جهاز من اجهزة الدفاع او الاجهزة المقاومة في جسم الحيوانات وخصوصا الساكلينج انيمال اللي هي الحيوانات اللي بتبتمص في بداية اللي هي يعني زي العجول الصغيرة بتبدا وعدوها على الحليبة بتبدا تمص الحليبة وبالتالي هي هادي اللاكتو بيروكسيديز انزيم يعتبر ملو بروكسيديز انزيم انزيم انترك 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 انفكشن الاكتو بسل الاكتو بيروكسيديز از بكتيروسايدل هو قاتل او مدمر لا البكتيريا من نوع هي جرام جرام نيجاتيب بكتيريا اند بكتيروستاتيك دو جرام وازلتو احنا طبعا نعرف ايش معنات بكتيروسايدل وبكتيروستاتيك البكتيروسايدل هو بيقضي على المايكروبات بالنسبة حوالي تسعة وتسعين في المياه لكن بكتيريوستاتيك هو الشي اللي بيقضي على البكتيريا ولكن بيقضيش عليها مية في المياه ولا تسعين في المياه لكن بيحافظ انه هاد البكتيريا ما تتكاثرش وبالتالي هو مش مدمر نهائي لهيك ولكن هو بضعف البكتيريا بعدهم عليه ش وفهو فالانزيم هذا هو بكتيروسايدل وكتيروسايدل املكتف بكتيروستاتيك لالي جرام ولوكتف It is a beroxydease that cause hydrogen beroxide to oxidize the thiocyanate into ion into hypo thiocyanate طبعا هذه العملية احنا كل اياتا قلنا انه وهذا الشيء الجديد اللي احنا بنعرف انه lactoberoxydease هو provide cold sterilization كيف بتتم العملية لانه lactoberoxydease بيحول ال beroxyde بيحول الى ماء وبالتالي من لو بحظنا التنتين ال beroxydease والماء هو فقد الاكسجين فالاكسجين بيروح على السيانات بتحول لهايبوسيانات هيبوثايوسيانات لهايبوسيانات وبالتالي هذه العملية المركبة هذا هو الهايبوثايوسيانات هو له مفعول الانتيباكتيريال انتيفانجال او حتى انتيفايرال وبالتالي هو زي ما حكينا في البداية انه هو لانه الانزيم هذا بيحول اللي بيحول الهايبوثايوسيانات وبالتالي المركبة هذا اله المفعول مش حنكفي كثير عن كيف بيقتل البكتيريا وكيف بيقتل الفانجية الفطريات او الفيروسات كل هياتها بيقضي عليها اللي هي طبعا عشان يرجع كمان مرة بيصير عملية اخرى كمان مرة بيدخل فيها اللي هي هايوثايوسيانات بروتين الاخر يعني انزيم اخر بيحوله كمان مرة من عملية لا اللي هو لتحويله لهايبوثايوسيانات كمان مرة يعني في العملية كل هياتها اوكسيديشن ريداكشن بروسس ازا كان فيها اوكسيديشن هنا في المخابض بيصير له كمان مرة ولكن احنا اللي بهمنا اكثر كيف 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 او كيف يبيق الهيو وكيف بكتيريوسايدل وبكتيريوساتيك لانه الهايبو الثايوسيانات بتحول الهايبوثايوسيانات وبفعل انزيم اللاكتوبروكسيديز وهذا الو مفعول او الو تأثير على البكتيريا والفانجل والفايرل طبعا في انزيمات اللي هي تشيز ريبنينج انزيم انزيم انزيمات مضج لالجبال تايب اوب انزيم الكوميرشالي في منهم والذات بشكل تجاري موجود the enzyme and enzyme package used to modify enhance accelerate maturation of cheese هدف الانزيمات اللي هنحكي عليها الان هي انزيمات لانضاج الجبل مور دان وان كلاس افنزا عدة انزيمات the classes used in commercial ripening technology include manhydrolases represented by proteinases peptidases and lipases اللي بيز حكينا اكثر عليه كمان مرة اللي هو في الناحية الطعم in addition to the endo peptidases proteinases together with lactic acid bacteria amino peptidases peptidases and undefined esterases and flavor enzyme uh present in lpa cells hymogenate cheese reaches the confounded of nine month maturation in only five months. طبعا عمليات انضاج الجبن باستخدام الانزيمات في الحالة هذه احنا منوفر في الوقت. انتاج الجبن وتانضاج الجبن بحتاج لحوالي تسعة شهور لكن استخدامنا للانزيمات هذه منقصر الفترة من تسعة شهور لخمس شهور والتالي هذه طبعا ثورة صناعية ممتازة جدا لها فوائد جدا على الناحية المادية وعلى نحاية انتاج الجبن والتالي احنا اوفرنا اربع شهور من عمر انضاج الجبن هذا الشيء كبير جدا وشيء يعني اللي هو الشيء ممتاز جدا. هذا الشكل الرئيس ان شاء الله اعيده كمان مرة واكمل الجزء الاخر من المحاضرة في تسجيل الاخر ان شاء الله شكرا لكم السلام عليكم